السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ايا ياسر من قناة ايا ياسر في حكاية اليوم قصتنا عن ابراهيم عليه السلام نبي الله ورسوله ابراهيم عليه السلام له اخوان ناحور وهاران وولد لهاران لوط عليه السلام وسنتحدث عنه فيما بعد سماه رب العالمين بالخليل وقال واتخذ الله ابراهيم خليلا سمي ايضا بابو الانبياء لان جميع الانبياء من بعده من نسله ولد ابراهيم عليه السلام في قوم يعبدون الاصنام والكواكب وكل من كان على وجه الارض كانوا كفارا سوى ابراهيم الخليل وامرأته وابن اخيه لوط عليه السلام قال تعالى ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين اي ان الله تعالى اته الرشد والحكمة في صغره وبعثه رسولا واتخذه خليلا في كبره وكان اول دعوة لابيه وكان ابوه ممن يعبدون الاصنام قال ابراهيم يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر يا ابتي لا تعبد الشيطان وقال له ايضا ان الله انعم عليه بعلم نافع وهدى وان كان اصغر سنا من ابيه ونصحه ان يتبعه ولكن اباه لم يتقبل منه بل هدده بالرجم وطلب منه ان يقاطعه ويهجره وقال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لان لم تنتهي لارجمنك وهجرني مليا وقال له ابراهيم سلام عليك اي ان لا يصلك مني مكروه او اذى بل انت سالم من ناحيتي قال تعالى سأستغفر لك ربي انه كان بي حفيا وقد استغفر له ابراهيم عليه السلام كما وعده في ادعيته فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه قال تعالى وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه الحليم كان ابراهيم عليه السلام يفكر من هو الاله فلما جاء الليل رأى كوكبا في السماء قال هذا ربي فلما افل اي اختفى الكوكب قال لا احب الافلين فلما رأى القمر بازغا ومنيرا قال هذا ربي فلما افل وجاء الصباح واختفى القمر قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الظالمين فلما رأى الشمس بازغة ومضيئة وكبيرة قال هذا ربي هذا اكبر فلما حل الليل واختفت الشمس قال يا قوم اني بريء مما تعبدون قال ابراهيم لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصنامنا قال هل يسمعونكم او ينفعونكم او يضرونكم قالوا بل هذا ما وجدنا عليه اباءنا يفعلون قال لهم ابراهيم عليه السلام لقد كنتم انتم واباءكم في ضلال مبين وانه بريء مما يعبدون وانه يعبد الله رب العالمين فهو الذي خلقه وهداه واطعمه وسقاه واذا مرض فهو يشفي قال تعالى وَتَلْغَى لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ مَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدِبِرِينَ كان عند قومه عيد يذهبون اليه في كل عام مرة فدعاه ابوه ليحضره فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم اي مريض فلما خرجوا الى عيدهم ذهب مسرعا الى اصنامهم فوجدهم في مكان واسع وبين ايديهم انواعا من الاطعمة فسألهم ابراهيم عليه السلام بسخرية ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين لانها اقوى فكسرهم بقدوم في يده الا كبيرهم ووضع القدوم في يده والقدوم هو الفأس اشارة ان الكبير منفع لها لانه غار ان تعبد معه هذه الصغار فلما رجعوا من عيدهم وجدوا ما حدث للاصنام قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين قال بعضهم سمعنا فتى يتحدث عنهم بالعيب والنقص وهو من فعل ذلك فقالوا فأتوا به اي في الملأ امام الجميع وهذا كان هدف الخليل عليه السلام ان يجتمع الناس فيقيم عليهم الحجة ويدعوهم لترك عبادة الاسنان فلما اجتمعوا وجاءوا به قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم قال بل فعلهم كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون فاراد بقوله هذا ان يعترفوا بانهم جماد ولا ينطقون قالوا له انت تعلم ان هؤلاء لا ينطقون قال الخليل عليه السلام افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم وقال قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين ارادوا حرق ابراهيم عليه السلام وجمعوا الكثير من الحطب من كل مكان ووضعوا الحطب في حاوية عظيمة اي حفرة كبيرة جدا واشعلوا فيها النار وعلى لها شررا لم يرى مثله قط ثم وضعوا ابراهيم عليه السلام فيها وهنا حدثت المعجزة انتظرون الحلقة الجاية ان شاء الله لتعرفوا ما هي المعجزة وماذا حدث لخليل الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولو اعجبكم الفيديو تنسر تحطوا لايك والشير والسبسكرايب ويلا سه 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 سلام